طيب بسم الله الرحمن الرحيم بدي أكمل في الأخذنا آخر مرات تقريباً وصلنا عند يعني نحكي مثلا لسه بعد المية حكينا عن تقريباً وقفنا هون شرحنا هاي الرسمة تمام وشرحنا التفاصيل هاي تبعتها فبنضط الممرين والإستوكشن إنه كيف نحن هو إحنا كانت الرسمة هاي حتى نشرح هذا الكود عندي T0 وشو بيصير عندي T1 شو بيصير عندي T2 شو بيصير تمام فهون شرح نفس الكلام اللي إحنا شرحناه وصلنا إحنا حكينا هذا الكلام في المرة الماضية حكينا عن بعض الجمل ليش مثلا ليش هاي الجملة ما احطناها في T0 وليش هاي الجملة برضو ما احطناها في T0 حكينا عنهم في المرة الماضية طيب فإحنا في المرة الماضية حكينا إذا إلها ثلاث خطوات للتنفيذ أو أربعة تمام؟ ثلاث خطوات للتنفيذ أو أربعة بالكود إذا كان Direct ولا Indirect الخطوة الأولى اللي هي مشتركة Fetch والثانية Decode قدرت شرحناها من المرة الماضية بعدين هسا الخطوة الثالثة اللي هي حسب إذا كان Direct ولا Indirect الخطوة الثالثة اللي هي Execute التنفيذ احنا قلنا شو معنى كل واحدة لكن حكينا بالتفصيل عن Fetch والديكود وعرفنا أنه خلال T0 ننقل عمان Instruction من BC لل AR للAddress Register في T1 ننقل Instruction من Memory of Address Register من مكانها في المماري لل Instruction Register لل Instruction لل Register اللي فيه بنحلل فيه Instruction تبيتي بقى قسمها بقى عمل فيها كل شي تمام؟ احنا هون عملنا الفتش من أنه الفتش معناها أنه نجيب Instruction من المماري لل Instruction Register طيب صح اتفقنا أنه عنوان هاي ال Instruction بيكون بال PC وبننقله لل Instruction Register طيب ال PC من وين جاب عنوان أول Instruction آه في أول ما شغلت البرنامج من وين أول PC من وين إجاب بقول لك ال OS نظام التشغيل هو اللي بعطيه زي ال ويندوز أو غيره وبعد ما مشينا بي T0 T1 بنفوت بي T2 طيب T2 شو عملنا فيها احنا بننقل كل بت من Instruction Register لل Control Unit يعني في واحدة الأخيرة خمستاش ودناها على اللي اسمه I آه 12-13-14 ملاتهم decoding decoder آه من صفر لتناش ودناهم على آه طيب هسا الخطوة الثالثة هسا احنا T0 T1 T2 استخدمناه هسا الخطوة الثالثة اللي execute منها هتبلش من T3 تمام فهسا احنا لو بنا نيجي نحكي آه كل تايم شو استخدمنا منه فاحنا منحكي T0 T1 استخدامهم استخدمناهم لل آه للفتش نزلنا المعلومات من المماري لل Instruction Register T2 من لها لل آه هي الخطوة اللي شو نسميها احنا ال decode ودنا على decoder وعلى الخطوة الثالثة اللي عملت execute ببلش من T3 طيب هسا احنا هون بلشنا ال start ببلش ايش انك تصفر sequence counter تبع تايم حتى تعطيني ايش هون time zero time one مش تايم مثلا كنت موصل اربع يعطيني خمسة لا صفرتو فهدين قال لي ودي ال bc على هذا اخذناه اول في المرة الماضية انو بدي احكي لل انو انو انا هسا وصلت وين كنت عامل program counter طب انا كيف بدي اجيب هذا ال program counter من المماري مين اللي بتواصل مع المماري ال address register تمام هذا في T0 بعدين نعمل له update plus one بعدين نجيب المماري of AR اللي احنا اخذناه من ال bc ودينا وين على ال structure register هذا في T1 تمام هون عملنا فتش بعدين decode كل bit وديناها على مكانها الاخيرة وديناها على I من صفر ال 11 هذا address احنا وديناها على address register من 12-14 عملنا له decode في decoder تمام طيب هون جاي decode اه هاي عملية decode طيب هسا انا هون اجيت بقرأ ال D7 ال D7 متى يعني احنا كان في decoder ال decoder ال decoder له ثلاث input هما 12-13-14 هذول ال bit صح؟ من ال instruction register وبيعطيني ثمانية output لانه decoder ها تمام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة أربعة اذا اشتغل سبعة اذا اشتغل اعطاني one والباقيين اعطونه zero معناته هون كان one 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 تمام؟ طيب شو يعني اذا one one one؟ معناته هذا ال instruction مش ممري مش ممري instruction هذا اما بيكون input output instruction او شو بدي يكون register reference instruction اذا كان اذا كان one 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 تمام؟ لانه احنا اتفقنا الممري بغطه من صفر لستة سواء كان ال i one او ال i zero طيب؟ هسا اذا كان اذا ال decoder كان شغال تمام؟ بيقول لك هون هيك بالروح تروح تقرأ امين؟ انه register reference ولا input output reference تمام؟ لانه الاثنين هيكون one 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 هذول في ال من اتناش لأربعطاش سواء كان register او كان input output شو ضل حشان افرق بينهم؟ اقرأ مين؟ ال i تمام؟ بدي اقرأ ال i اذا ال i كانت واحد اذا كان one 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 معناته هذا شو؟ input output instruction تمام؟ بغض النظر شو روح اعمل فيه بس اذا هو دروح على input output instruction طيب دا كان زيرو انا تو zero one 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 يعني هذا الرقم يعني بالهكسة ديسمان اللي هو سبعة طب هذا اللي ببلش بسبعة فهو شو؟ register reference instruction فهو حاودي اوين؟ على register reference instruction تمام؟ فهوان لما كان d7 شغال طالع واحد وال i واحد عملت execute لمين؟ input output d7 شغال وال i zero عملت execute ل register reference تمام؟ ودائما لما اخلص execute شو بدأ اسوي؟ بدي اودي الصفر على sequence counter خلص انا خلصت تنفيذ بدي خليه يبلش عد من جديد وودت الصفر على sequence counter طيب اذا كان d7 zero طب شو معنى هذا الكلام؟ يعني انه يمكن مين نرجع على الرسم decoder اذا d7 zero هاي 7 هون zero معناته اما هاي 1 او هاي 1 او هاي يعني من صفر لستة وهاي ما بتفرق معي لانه انا بكل الاحوال اي رقم بشتغل من صفر لستة معناته memory reference تمام؟ هسه تبول ايش اعمل؟ اتأكد من ال i هل انا شغال في اه في ال direct address mode ولا في ال indirect address mode طيب اذا كان zero او نرجعه اذا كان one تمام؟ اذا كان one معناته انا في ال indirect address mode فانا ال address اللي كان معي هون تمام؟ هذا مش effective address هذا لساته بدي يوديني على ال address الصح تمام؟ فبقول memory of AR هسا ال AR شو رح يكون فيه اللي هو من صفر ل11 تمام؟ ودي وين على ال AR يعني نفترض هون شوك من صفر ل11 كان فيه C07 تمام؟ وديته على ال AR تمام؟ حقيقة في المماري اروح على ال C07 ما رح ألاقي ال operant تبعي رح ألاقي مثلاً address رقم F03 تمام؟ هسا أنا هون شو عملت في الخطوة memory of AR بس ال AR شو فيها قلنا؟ C07 memory of C07 بروح ال F يعني memory of F03 هون هاي ال R C أخذتها memory of C07 ودي على ال address register فهسا شو صار مخزنا في ال address register F03 تمام؟ أنا هون شو في البداية في هاي الخطوة كان عندي من صفر ل11 شو من صفر ل11 كانت هاي الجملة وديته هين على ال address register بس أنا عشان عارف حالي أنا هين شغال هسا؟ في ال indirect address mode فمعناته آه انه هذا اللي صار عندك في ال address register C07 هذا مش مش effective address فاخذ الميموري تابعه شو فيه كان جوه الميموري تابع C07 F03 روح ودي على ال address register هسا شو صار في ال address register F03 هون في ال address register تمام؟ هسا صار عندي ايش ال effective address أو ال address اللي في الأوبران تابعي جاهز وين موجود في ال address register طيب لو كان صفر بيقول لك إحنا عشان منشتغل يعني في زي ما نحكي على T ثابت يعني هون T3 تمام؟ هون يعني هون T3 مشتركة على كل الخط هاي هون T4 مشتركة على كلب بعدين T5 وهكذا فأنا عشان أخليهم التنفيذ رح يكونوا واحد تمام؟ سواء كان يعني بغض النظر أنا هاي الخطوة رح أتأخرها ليش؟ عشان أطلع ال effective address تمام؟ فأنا بعدين لما أطلع ال effective address سواء كان direct رح أرجع أعمل نفس ال execute التنفيذ واحد بالآخر تمام؟ فأنا ليش أعمل تنفيذين منفصلين ب two hardware يعني هون أعملها تنفيذ خاص فيها تمام؟ execute خاص بعدين هون أعمل execute خاص عشان إيش؟ عشان أكسب هون ال time هذا الجزء هذا من الثانية أو بخليهم في مربع واحد تمام؟ وبكسب إنه شو؟ يعني بخلي هون تتأخر في بعض الأحيان يعني في اللحظة هاي إذا كان direct address mode تسويش إشي خلص تضيع هاي اللحظة الفاضي بعدين إيش؟ بكسب إنه أنا استعملت نفس ال hardware بدل ما أعمل hardware جديد جنبه تمام؟ فإذا كان direct address mode بقولك في اللحظة هاي استنى ما تعملش ولا إشي؟ بعدين تتبلش إيش؟ execute مشترك من وين دي يبلش execute من T4 تمام؟ هون دي يبلش execute memory reference instruction من T4 واضح هون هذا الكلام؟ أو واضح تمام، هسه لمن يجي نقلق هذا الكلام على شكل شروط أو على شكل يعني RTL expression بقولك D7I T3 يعني إذا كنت إنت في اللحظة T3 وكان ال I1 تمام؟ وكان ال D7 شغال طب أنا إذا ال D7 شغال راح أروح هاي طب إذا لقيت ال I شغال بروح هاي طب إذا لقيت T3 شغال بعمل execute لمين؟ ال input output reference instruction فهذا اللي عمله هذا ال RTL expression هون بقولك إذا كان D7 شغال هاي D7 شغال وال I' يعني ال I0 شغال وال T3 موجود يعني ال sequence counter عندك وصل T3 تمام شو دك تسوي؟ احنا وين وصلنا لك D7I 0 T3 يقولك execute register هون قالك execute register reference طيب على الجهة الثانية يقولك إذا D7 0 يعني D7 prime D7 طافي وال I بواحد تمام؟ وإنت وصل T3 يقولك إيش بتسوي؟ memory of AR للAR تمام؟ عشان نطلع ال effective adults في هاي اللحظة أنا هون عشان بكون في ال indirect address mode طب إذا كان D7 بزيرو تمام؟ D7 prime وال I بزيرو برضو I zero I I I prime يعني I بزيرو وال T3 موجود تقولك شو تسوي؟ ولا إشي nothing تمام؟ فهذا البديو يحكيه في هاي الجمل طيب ليش اخترنا D7 تحديدا؟ قلنا لأنه بقدر بخلالها أعرف شو نوع ال instruction لأنه إذا كانت D7 شغالة معناته إحنا نشغل هسا إما نشتغل register reference أو input output طب إذا D7 طافية معناته في من صفر لستة واحدة منهم شغالة معناته بغض النظر من صفر لستة أي واحدة شغالة إحنا فيه memory reference طيب كانت صفر معناته هتكون طافية واحدة من D0 D6 بتكون شغالة التالي هتكون memory reference طيب إذا حكينا اخترنا D7 لأنه إذا كانت zero يعني طافية يعني بالتالي الأوب كود ما رح يكون one 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 تمام طيب إذا كانت one يعني يعني نوحة register أو input طيب هسا أنا عرفت هنا register ولا reference register ولا input output فكيف دفرق هسا تيجي دور ال i يقول لك إذا كانت zero فإنت في register إذا كنت one فأنا في ال input output instruction طب عرفنا شو دور ال i طب إحنا كانت memory reference إذا كانت i zero فعليا أنت ما بتعمل إشي لأنه ال address effective معك إذا one فإنت بدك تزيد خطوة i وهاي الخطوة اللي إحنا حكيناها كنا نحطوينها بين الأقواس اللي هي indirect بايري ليش حطناك الأقواس لأنه تتنفذ في بعض الأحيان إحنا استنفذناها لما يكون d7 بزيرو تمام؟ وال i بواحد وال t3 شغاب equal يعني ممكن نحكي منه equal one تمام؟ فهي هاي هي الحالة اللي كنا نحكي عنها لأنه تنفذ في بعض الأحيان code ال address اللي معنا مش للoperant بنزيد خطوة اللي بنجيب الoperant من المماري تمام؟ لغاية هسا اتفقنا على خلال الزمن t0 و t1 احنا بننفذ خطوة الفتش يعني بننتقل بننقل instruction من المماري لل instruction register عند الزمن t2 بنعمل decoding تمام؟ آخر خطوة هي تنفيذ ال instruction اللي هي execute يتبلش من t3 وأكيد بغض النظر عن شو مكان ال instruction كلهم يبلشوا من t3 تمام؟ أكيد لازم أي instruction نعملها og fetch و decode في 012 بنبلش تنفيذها في t3 هاي تايمات مهمة لها ستلت الانتحانات بدنا نكون بدنا نكون أي instruction ننفذها وخلص بنخلص منها لازم نعمل clear sequence counter اللي هو ال register اللي بيقسم الوقت آه بيقولك إنه في نهاية التنفيذ بعد ما خلصنا نفذنا وخلصنا شو بنا نسوي؟ ولك بدك تحط 0 to sequence counter حتى ال instruction اللي بعده هاي في الآخر لما نخلص هون هي عندنا خاط هيك شوية وخلنا نرفع الصورة لفور بعد ما نخلص ولك هيك وارجع هون طبام؟ فهذا اللي بيحكي فيه طيب كل ما نتخلص عملية بدنا ننفذ عملية وراها شو جديد بنعمل clear sequence counter مش هنرجع الوقت من T0 مش هنعمل مش هنعمل فتش ولي كود كمان مرة للإنستركشن الجديد طيب هون بيحكي لي register reference instruction register are defined كيف احنا نعرف ال register reference instruction بقولك ال D7.1 وال I ب0 register operation specific by bits by 0 آه بيقولك شو العملية ال operation على ال register ما نسوي؟ يقولك محدد بواسطة ال bit من 0 إلى 11 في ال instructor register احنا كنا ناخذ هون نرجع 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 صغير شويش هون كنا نودي هذول لل instructor register أو كنا نوديهم برضو بال هون نكتب وين الجملة كنا نكتب هون هون بال T2 من 0 إلى 11 من ال instruction register وين توديهم؟ على ال address register تمام؟ فهذول ال bit ال 12 bit احنا ليش كنا نودي مدام انا بدي وديهم على address register أنا هون ليش كنت بوديهم على 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 لوجيك سيركت أو على control logic gate يعني هاي بالاخير control logic لان ليش حطيت فيها ال 12 bit هذول بذنهم address ليش ما وديتهم على address مباشر؟ تمام؟ اللي بيقولك هي انه هذول ال 12 بنوديهم عشان في حالة register هذول مش address يعتبر في حالة register هذول تحديد للعملية المطلوبة تمام؟ عشان هي كنا نوديهم هناك طيب execution start with timing 3 بيأكد ما نقول لهم انه execute ببلش من T3 يعني احنا نراش بنوع restriction طيب نفسه تنفيذ بللس زي ما حكينا طيب بيقولك let افرض انه R تمام؟ عنده عامل شرط اسمه R equal D7 I' T3 يعني لما نعرف D7 يعني D7 شغال ب1 والI ب0 والT3 في نفسه بيقولك يعني زي كنا بيقولك register reference تمام؟ بيقولك ال BI تمام؟ يساوي instruction R of I يعني البت 0 من B ونفسه هو البت 0 من instruction register bit 1 1 bit 2 هون ونفسه bit 2 هون وهكذا يعني copy تمام؟ يقولك انه I من 0 إلى 11 ونحنا ماخدين bits من 0 إلى 11 من هون ينسك انه يقولك انسخ 0 إلى 11 هون وديه وين؟ على register اسمه B طيب هون بيحكيلي يقولك الر أول ما تيجي الر صفر sequence counter تمام؟ قالك اذا لقيت الر كتبها هون بدلا ما نظل نفتبها مع كل جملة ولك بدلا ما نعمل هاي هون وهون وهون وهكذا قالك نكتبها هون انه الر بتصفر sequence counter قولك اذا لقيت R وبي 11 برجع ايش ارجع ارجع هون على التتشيت هاي هذا اللي هو 7 ثمانية صفرين 7 صفر واحد 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 ما نشفي هسا الثمانية 1 0 0 بعدين الباقي هايش كله 0 فهسا لو بدي اقرأ هاي البت انا هذول الاول اربع بت يعني عارفي هذول حديدولي انه انت في الرجستر رفلانس هسا طايل عندي 12 12 بت من 0 ال 11 البت 11 إذا لقيت البت 11 ب 1 والباقي ب 0 يعني اكيد رح يكون الباقي ب 0 شو بتسوي يقولك clear AC صفر الاكيومليتر يعني بال الارتل بيقولك صفر وديع الاكيومليتر فانا عشان اصفر الاكيومليتر بدي يكون عندي شرطين في الار شو الار هيتعريفها يعني بدلا ما نضل نحكي dc d7 i' d3 b12 b آسف 11 تمام بدلا ما احكي هاي الجملة كاملة هيك b11 بعدين لا خلص هذول بما انهم بتكرروا في كل مرة سميتهم r هذين كتبت r b11 بقولك r b11 بتصفر الاكيومليتر تمام هاي احنا قلنا بدناش نكتبها ليش لانو كتبناها هون في b10 طب اذا لقيت ال b10 بروح برجع هون متى بتكون ال b10 طيب لو نيجي نكتب هون قلنا السبعة صفر واحد 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 الاربعة صفر واحد صفرين والباقي زيروز تمام قلنا هذول الاربع بت تبعون انهم register reference البت من صفر ال 11 تمام هاي البت كم رقمها بتطلع عشر تمام لما ألقى ال b10 بوان تمام وألقى الظروف المناسبة اللي هي r اللي هيكون ال d7 وال i prime وال time 3 t3 شو بدي أعمل clear لل e بدي أعمل clear لل e تمام فهون عملت الصفر ودته على e طيب بعدين هسا احنا عارفين لما أخذنا في انه ال one حتظلت تشفت يعني بدناش نرجع نطلع نعيد المعلومة هيا هون ايوه هون ال one قاعدة تشفت هيك بشكل قطري للاخر هيك لعبين ما توصل الاخر منزلي فهذا اللي بقى تصده في هاي النقطة انه هونجول 100 تمام يقول لك اذا لقيت بي عشرة صفر لل e ال b تسعة شو كان بعدها انه اللي هي c c m a اللي هي سبعة اثنين صفرين ولك complement لل a c اعمل complement لل a c طب بعدين بي ثمانية اعمل complement لل e تمام بس لحظة طيب اللي بعدها بعد نخلصنا تابعون ال accumulator c c c c c سبعة صفر ثمانية صفر بقولك شو سيركولات رايت اي اند اي سي قلك اعمل سيركولار رايت السيركولار رايت نكتب مثلا رقم 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 تمام وهيك 1 هذا الرقم 16 bit موجود عندي فيه accumulator من 0 ل 15 تمام واحنا عارفين انه عندي البت اللي بتحفظ الزيادة اللي هي البت اللي اسمها e فيها one تمام تقريبا باعتبار انه هاي هي البت 16 تمام فانما بدي اعمل سيركولار رايت فانا شو بديه بدي اودي هاي البت رقم 0 وين على الاي تمام فاول جملة عملتها ac of 0 وديها الاي تمام بعدين هاي الاي بدي اوديها هون في المكان 15 فايش كتبت تبت الاي وديليها على الاكملاتر في 15 والباقي كل واحدة بدي اعملها شفت عادي فاقلت شفت رايت للاكملاتر بديت اوين برضو على الايسي مش هغير مكانه كله هيظل يعني من هون لهون سيركولار شفت عادي سيركولار شفت رايت عادي تمام ونفس الشيان طبق على اما اعمل لللفت هاعمل هيك تمام طبعا بس بدي اغير من B7 لB6 هاي بدي اودي الاي على الاكملاتر اوف 0 الاي وديتها الاكملاتر اوف 0 هيك تمام وهاي بديها هتيجي هون بدي اوديها للاي والباقي من هون لهون هذا كله شو بدي شفت لفت عادي فانا قلت شفت للاكملاتر ودي على الاكملاتر تمام اللي بعدها كان انكريمت فانا قلت عملية انكريمت عادية فاناعملنا سيركولار مرتين واناعملت الانكريمت الاسي فاناعملت اسي is plus 1 ودي على الاسي تمام طبعا احنا عارفين ليش بي فايو يعني حكينا فيها اكثر من مرة سكيب في زيرو لا سكيب كان اينش ها سكيب في اكملاتر اس بوزيتب بدك فاناعمل سكيب اذا لقيت الاكملاتر بوزيتب طبعا انا كيف عملت الاسكيب نحكينا بشكل سريع طيب انا هسا قاعد بنفذ في هاي تمام العملية اللي جوه هون كانت اس بي اي ليشو اسكيب اوف اكملاتر بوزيتب تمام هسا انا اول ما عملت لها اكسكيوت اول ما عملت لها فتش شو كنت يعني في التايم وان شو كنت بسوي بي سي لس وان وديري على بي سي صح؟ انا كنت احدث البروغرام كاونتر العداد فبدل ما يصير يقشر على هاي الانستركشن يصير يقشر هون تمام؟ طب انا هون عامل بدي سكيب بدي اعمل سكيب بدي بدل ما ينفذ هاي ينفذ الاخيرة فشو كل التنفيذة بحقا اقل لك الاكملاتر وخمسة عشر هي اخر خاني اسفل اي رقم زيرو وان شو ما كان الرقم؟ اذا اخر خاني زيرو معناته موجب اذا كان واحد معناته ثالب تمام؟ فهو شو بيقول لي؟ في الاكملاتر اخر خاني منه equal equal zero ثان شو بتسوي؟ اعمل كمان مرة بي سي بلاس ون او خنرجع نشوك انها مكان اوسع هون بي سي بلاس ون وديها لل بي سي كمان مرة فال بي سي بنزل بدل ما يقشر هون خلاص تلتغير تأشير وبتصير هون تمام؟ بس هباليش تنفيذ منه وهون هسا بعدين خلني هذا خلصنا الانستركشن الانستركشن اللي بعده نفسه بس سكيب نيجاتيب اكيوملاتر اذا لقيت الاكيوملاتر نيجاتيب بدل ما تعمل بدل ما احنا قبل ما نوصل قبل ما نعرف انه سكيب نيجاتيب كنا عاملين update لل لبي سي فكان بيأشر هون تمام؟ استنى تخلص تنفيذ عشان ايش؟ يقرأ هاي اذا لقى الاكيوملاتر او خمستاش اخر بيت بي لقاه هون اعناته هذا رقم سالب فشو راح يعمل؟ راح يقول لك بس شو اللي عمل ايه يقول لك ثن بي سي بلاس ون كمان مرة فبينزل يقشر هون وما راح يقرأ هاي الانستركشن نهائيين تمام؟ اه سكيب ايه اكيوملاتر زيرو وقال لك اذا الاكيوملاتر ايكوال ايكوال زيرو يعمل كمان مرة ايه ابديت بي سي بلاس ون ودي عال بي سي يقول لك هون سكيب اي ايكوال زيرو اذا ال اللي اسمه اي كان زيرو اعمل سكيب في نفس الطريقتين السابقة هل قال لك هون صفر على الاس هون يقول لك الاس عبارة عن فلب بفلوب توقف البرنامج عندي فلب بفلوب اسمها اس تمام؟ هاي اذا صفرت بيوقف البرنامج بطل يشتغل هي دايما طول ما احنا شغلين هون كانت ون اذا صفرتها خلص بتوقف قولك اس اس ستارت ستوب فلب بفلوب اسمها ستارت ستوب فلب بفلوب يعني اوقف وشغل البرنامج تمام؟ واضحة اللي هون كيف الميموري انستركشن تمام؟ طيب هذين عندي الميموري ريفرونس انستركشن قولنا ما بنا نرجع نهيد هذا الكلام من T0 ل T2 مشترك مش هيجي مش هيجي من T0 ل T2 مشترك دايما نعمل فتش وديكود هسا الميموري ريفرونس بشو بيتميز؟ بيقولك انه D7 فيه صفر D7 براي تمام؟ وقالك اذا الاي بواحد تعمل memory of AR وديها على AR اذا الميموري بصفر تعملس اشي nothing تمام؟ بعد هيك بنا نبلش execute لسا احنا هون لسا بس طلعنا effective address تمام؟ طيب هون لسا ما بلشنا بتنفيذ الانستركشن تأكدنا من الادرس اول اشي والتنفيذ هسا في الميموري ريفرونس هيبلش من T4 طيب The effective address of instruction is in AR احنا بعد T3 بعد ما خلصنا T3 صار خلص سواء كنت في ال indirect انا على الجهتين صرت مؤمن الموضوع اعمل وين؟ في مكانه الصحيح لو في الادرس اجستر طيب memory cycle is assumed to be short enough to complete in a CPU cycle ممكن ان انتظر ان هكذا انتم في الانستركشن مش فاعب اي شو بقصد فيها memory cycle is assumed to be short enough ممكن بقولك انه المفروض انه عملية اي memory reference instruction بقولك بيكون قصير او المفروض انه يكون قصير كفاية حتى يتنفذ في one cycle CPU وانه من T0 ومن ماينتي بقصير the execution of memory reference instruction start with T4 ولكنه تنفيذ memory reference instruction بيبليش وين؟ بال T4 لانه T31 ضعت بانه نطلع effective address هنا بحكينا طيب نقرأ ال data شوية تنشوفوا بده ها يمو مري and M to AC تمام؟ حس بغض النظر كان zero ولا ثمانية انه كان دائر كبلا ان دائر كبلا ان دائر كتا يحليناها والله انه في كتب الادرس وانا بلش ننفيذ ولك and M to accumulator فانا شو بدي اسوي؟ إذا رجعت D0 بدي اعمل آه طبعا شو ال D هون هون من الـ 12-13-14 طلعت انا شو بدي طلعت انا شو العملية اللي بدي اياها انه والله هون اه قولنا احنا ال الأوب كود لما يكون ثلاث بيت هيعطيني ثمان عمليات مختلفة تمام؟ طيب حجزنا واحدة للموضوع الـ الـ طلع عندي سبعة اي واحدة من السبعة اسوي فهذا القديم نسوي فيه هسا تمام؟ تمام؟ اذا رجعت D0 قل لك memory of AR تمام؟ اللي هو المماري تمام؟ اعمل له and مع الأكيومليتر فهون زي ما كان في الـ data sheet and بين المماري والأكيومليتر الأكيومليتر فهنا ما بنودي الناتج دائما على الأكيومليتر إذا لقينا D1 D1 شغالي والباقي طافي يقول لك هون شو كانت Add هون تأكدنا Add يقول لك Add memory to AC carry to E يقول لك هون memory of AR اللي موجود كان في المماري اجمع له الأكيومليتر وودي الناتج وين؟ على الأكيومليتر إذا كان عندك Cout اللي هو آخر في الجمع ودي على E اللي بعده LDA load accumulator from memory بدي أحمل من وين؟ من المماري للأكيومليتر بدي أو بنسميها read بدي أقرأ من المماري يقول لك بس memory of AR بدي على الأكيومليتر الأخير STA store يقول لك store accumulator NM بدي أودي الأكيومليتر على المماري of AR تمام؟ كيف نملحبات كل واحدة منهم؟ ها هون لأنه هاسب نحكي أنا خلص اللي على الأخي هون branch بيوان branch unconditional يقول لك روح على address ثاني تماما هون بيكون أنا بدي address register على PC عملت branch نطيت بشكل عام لأنه احنا شو كان عنا تنفيق instruction هون عندي خانة i خانة opcode تمام؟ خانة شو فيها address تمام؟ والآخر هون في address فهذا الادرس كنت بدي على AR على address register تمام؟ بيقول لك هون روح مباشرة نقطع الادرسات وديع ال PC عشان ايه؟ يبدل استنفيذ من عنده أو لو نرجع لرسماتنا أو لو نعمل هيك تمام؟ هون حسنا هون هون أثنين هون بغض النظر شو الآي كانت هون الأوب كود كان في يداش البرانش أربع يعني وان زيرو زيرو تمام وهون كان في شو أف زيرو زيرو تمام قبل ما يقرأ الأف زيرو زيرو البرنامج بيكون حدث قيمة البروغرام كاونتر من هون لأهون يعني هو بيستنى تخلص ساي عشان ننفذ هاي فسا أنا هاي الجزء هاي مباشرة إذن قرأنا فوق هسا برجعه فريقية في time رقم 2 كنت شو بسوي ما أعمل decoding بودي الخانة رقم 15 على i والخانة من من 12 ل 14 على decoder decoder والخانة من 0 11 بوديهم عين على address register فأنا هسا الـ address register شو في عندي في الحالة هاي تابعتي الى آخري ما رح نفذ هذور كلياتهم تمام طيب نمسح هاي لاشي هاي الجزء هذة كلها ياتها طيب فهذا هو كان الـ branch آآ البرنامج لهون للـ 24 الـ BC بذا ما صار 23 صار 24 أنا هسا عندي الـ BC 24 طيب يقولك ودي على الميموري اف آآ آر أنا الـ آآ آر شو هزنت فيه فزيرو زيرو بس عندي هون في الأم وفي زيرو زيرو اللي هي في هذا الجزء من الميموري بدي أخزن فيه كم؟ 24 طيب يقولك انت بعدين اخزن روح كمل وين؟ عندي الـ AR بلاس ون تمام؟ خلص وين؟ على الـ AR بلاس ون هسا الـ AR شو كان عندي؟ F zero zero تمام؟ F zero zero بلاس ون بصير F zero one يعني بدل ما يكون أنا بأشر هون غيرت قيمة الـ program أنا هون ما غيرت قيمة الـ program طب لس حفظت مكانه القديم تمام؟ عشان أرجع له أنا عملت print and save address تمام؟ فأنا هسا شو بدأ أسوي؟ هسا ظل أغير مكان الـ address أنا هون حفظ حفظت الـ PC تابعي الـ program كان بأشر وين كان بأشر لـ 24 فأنا سيفتا هون هسا شو ظل؟ ظل أنتقل أبلشت تشغل الـ branch الحقيقي لهون لـ F zero one فأنا كيف دأوصل F zero one اللي هي F zero zero اللي هي الـ AR plus one فهسا أنا هون صار نتقل الـ program counter عندي من هون لهم تمام؟ حسا بيكمل تنفيذ في آخر جوم لشو بيكون عنده؟ بيكون عنده branch أو خلينا نرفع الأشياء هاي ونقش سلكت نقول لها هكه شكراً لكم تمام هسا نفترض أنه إحنا هسا هيك عملنا save address هون تمام هسا بلاش نتنفيذ من هون من هاي الinstallation F01 عملنا branch نفذ 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 خلصنا كيف يدي أرجع أنا عارف أني أنا خزنت البروغرام القديم تبعي هون بس أنا كيف يدي أرجع يكون هون آخر البرنامج إحنا هسا كيف نعمل بـ C++ نستدعي function بسمه مثلاً فن تمام وفي نهاية تبكون في return فأنا هون مجبوري أن أحط في النهاية زي جملة الرتير أحط عندي instruction في النهاية زي الرتير بحط شو واحد بن اللي هو branch تمام على F00 branch inconditionally فبيروح هون تمام على F00 بيعمل branch لهناك شو بيروح يلاقي بيلاقي أنه I1 فبيعرف أنه إيش أنت لسا ما وصلت للـ effective address روح طلع لي memory of F00 يعني اللي هو الصفر 24 الصفر 24 ما بيبلش تنفيذ بناندها مرة ثانية برش إذا هاي النقطة واضحة واضحة هاي موضوع الـ branch and save address هذا هم موضوع تقريباً طيب بعدين ISZ اللي هو الناسي شو كان صراحة نمسح كتير قولك increment M and skip F0 بدي أعمل increment M memory of AR عمله increment 1 ورجعه على نفس المكان تمام عمل كله increment يقولك F0 إذا memory of AR plus 1 كان 0 شو بتسوي اعمل skip BC plus 1 للـ BC تمام طيب هذا هالحكي اللي تعلمناه هسا على شكل لو حولناه على شكل زي بنحكي طبعاً هون آسف المراهضة ينسيت أحكيها إنه في كل جملة بدي أحط فاصلة صفر وديع sequence counter صفر وديع sequence counter صفر على sequence counter ليش؟ إنه فيش بينهم إشي مشترك أكتبوهم مثلاً كان اسمهم كل ما دول R بحط أول شي R 0 على sequence counter بدلاً ما أكررها فهو أنا عشان ما في إشي مشترك بنكتبها بحد كل جملة هسا بدي أكتب بشكل RTL statement في اللحظة الأولى في عملية الآن شو مطلوب مني؟ إحنا قلنا حتى يعني هذا نرجع للإشي اللي خدنا في البداية حتى تعاملنا المماري أقدر أو لما شرحنا كيف الآن بالتم فأحكي مماري وديها على data register أما منوع تعاملنا على إيش مع data register بشكل مع المماري بشكل مباشر دائماً عندي معه وسيط اللي اسمه DR data register بعدين أعمل الآن بين data register والaccumulator وخزن الناتج في accumulator لا تنسى أنك تصفر sequence counter طبعاً هون لش D0 عشان أعرف أنا إيش من الديكودر تبعي اللي هو من D0 للD7 أي عملية بدي أنفذ فأنا لما بدي أنفذ الآن بدي أكون أهم شي D0 شغال والtime أول إشي بدي أحمل لل data register بالT4 تمام بعدين بعد ما أخلص عشان أضمن أني ما أعمل عملية تان بنفس الوقت بالT5 ويكون D0 شغال شو بأعمل بأعمل data register oring ending مع accumulator بخزن الناتج في accumulator وصفر sequence count نجيب الoperant من المماري بيخزنه بالData register بعدين الData register بتحطو على accumulator طبعاً هون حتى نحكي في هين نقطة برضو مهمة نبهنا عليه في وقتها حتى نرجع نحكي ما في اتصال مباشر بين أي إشي والأكمulator إلا ال-A-L-U حتى تتواصل data register مع الأكمulator لازم نطلع من data register هيك على ال-A-L-U وال-A-L-U بيتفاهم مع الأكمulator تمام فهيك عشان هيك حكينا عنها صوته هو الأكمulator على ال-A-L-U كيف يعني صوته هو الأكمulator المقصد هون أنه في عندي سيلك برضو طالة من الأكمulator فايت على ال-A-L-U ال-A-L-U بتعمل الجميع بين طرفين بس أنت تتحكين وين الطرف الثاني بأي راجع من الأكمulator فايت ل ال-A-L-U نعمل بينهم الجواب أو الناتج بنرجع بنخزنه بال-A-C نفس الشي أنا عندي محتوى في المماري لازم أول إشي أعمله تنزيل عدات ال-Register فأنا عندي أول خطوة أعمله تنزيل عدات ال-Register بعدها أعمله Add مع ال-A-C في نفس الطريقة وبنتي أصفر ال-Sequence counter طبعا هون بدل D0 D1 ما ننسى نصفر sequence counter نعمل clear sequence counter حتى بال-end load بعدين ب-D2 عملت load لل-A-C accumulator بنخذ بنودي أول شي عدت ال-Data Register بعدين ال-Data Register بنعملها load وين على l-A-C تمام transfer عاديات جملتين transfer بعدين store العكس l-A-C accumulator بدي عدت وين على memory تمام بقولك هاي بسيطة محتاج أكثر one زي ما نحك one cycle طيب كيف هون كان واحد يسأل إنه كيف والله ليش ما وديناها عدت ال-Data Register بعدين ال-Data Register وديها على المماري لأنه هذول l-A-C accumulator مشبوك مع المماري بيبص واحد فأنا بقدر هون أودي هيك تمام وبيلف وبيرجع وهون بيعمل إير تحميل فأنا مش بحاجة إني أضيع cycle أودي على Data Register هذين بالcycle اللي بعد أودي من Data Register على المماري مع هم أصلا كانوا موصلين مع بعض طيب branch حكينا عنها AR تودي على PC ال-Address اللي أنت بدك هي تكون حط لي في المسيج فأنا مباشرة وحكي لل PC خلص بلش لي منها وتصفر sequence count branch and save Address نقول لنا فأدي بحفظ مكاني الحالي ما يضيع بحفظ ال-PC في المكان الحط لي بيقول لي أنت هو بيكون بعث لي في ال-Instruction مكان مؤقت مثلا نخترض اسمه C20 يقول لك هذا دبر حالك خزن مكانك الحالي مكاني الحالي كان 11 يقول لك خزن مكانك الحالي طبعا بعد التحديث يكون 12 عاملت أنا فتش يقول خزني 12 هال حط هون دبر هون تمام هذا المكان أنا حجز لك هي بس عشان إيش تحط مكانك اللي ترجع لهون بعد هيك انت بلش لي بلش لي شغل فأنا كيف دي أبلش شغل من C21 بيقول لك ال-C20 اجمعي لها واحد ووديها وين مش ال-C ال-C غلطان هلنأتكد برضو منها من تنفيذ احنا في عملية branch and save ها هو برضو غلطان غلطتين AR بلس وين بتوديها على AR هاي متى عملها عملها في T4 مش في T5 يعني ما ما نزلها هون طب لو نزلها هو نزلها هون فأنا بحاجة أود مين على ال-C يعني المقصد أنه لازم أحدث قيمة ال-C هذا المقصد أن التحديث مثل AR آه آسف أنا ما انتبهتش هط هون صح ما نتوه هو هون عمل تحديث لقيمة ال-AR عملها بلس وين بعدين هون احنا خلانا نسيب مكاننا القديم بعدين في ال-time اللي بعده المكان الجديد اللي هو plus وين ودى على ال-B-C هاي هون أعطاني مثال قل لك 0 PSA branch and save address ال-135 تمام فال-next installation راح تكون بال-21 قل لك ال-21 هاي بتحفظها في مكان رقم 135 هاي طلع ال-135 احفظت فيها 21 بعدين من ال-next address من ال-136 اللي هو AR plus one بلش لإيه شعد فصار ال-B-C 136 عملت sub-proutine هذو تسميحنا sub-proutine أو زي بنحكي وظيفة موقته بتكمل نهايتها شو راح تلاقي one branch 135 شو يعني one اللي هو indirect يعني المكان هذو راح تلاقي فيه address بيوديك على ال-address الحقيقي على المكان الحقيقي اللي لازم تشتغل فيه لما اروح الهون ألاقي one branch 135 بروح بحكي 135 هاي مش شغلي هون مش ال-operant تبعي هون هاي address بدا اروح ال-address رقم 21 بشتغل هون بعمل branch تبعي بعمل شغلي القديم تمام فهون زي كان عملت sub-protein call عملت call function وهم بقولك sub-protein return عملت return حتى أرجع هون memory bc ar after execution ها بحكي لكم memory bc ar في اللحظة اللي اسمها t4 تمام ال-bc كانت هون لساتها 21 ما تغير تمام وال-ar 135 تمام في بعد بلحظة بتغير bc بتغير ar برضو بتصير 136 لأني عملت لها plus one تمام الهدف اللي يقولك انه تغيرت ال-bc طيب احنا ال-instruction تابعتنا اللي هي 0 bsa 135 طيب هذا شرح نفس الكلام طيب المقصد انه هاي الجملة الاخيرة one branch ar كهير مهمة هاي كهير كهير مهمة لازم نعرف انه شو شو فايد تها هاي بتيجي في المتعان انه شو الجملة اللي تكون في نهاية السابروتين one branch ال-ar اللي هو هون هذا الرغم بينزل هون one branch unconditionally وهون هيكون ايش ال-i بوان حتى تكون indirect مفهوم هدا الكلام تمام حتى احنا هيك ثواني بس انا